محملا بأمل جديد يعود الدكتور عبد الرقيب محرز إلى عمله كمدير عام للخدمات الطبية بوزارة الصحة بعد عشرين يوما من المعاناة بالإصابة بفيروس كورونا بعد إصابتي بفيروس كورونا الذي استمرت في عزل مراضة في المنزل وكذلك في المستشفى الألماني كنت أذهب إلى مختبرات العولية عمل الفحوصات والعودة إلى منزل إجرس في غرفة مفردة على حمام يمكن عشرين يوما ثم أنتزمت بحجر بعدها أربعة عشر يوم أو يزيد قليلا بنبرة المنتصر وبسعادة من بلغ مرفأ الأمان يروي محرز لقناة بلقيس تجربته مع الوباء الذي اجتاح العالم منذ إصابته في مدينة عدن وصولا إلى شفائه ومعه يبعث رسالة للمواطنين بضرورة الامتثال للإجراءات الوقائية وتقوية مناعتهم تفاديا للإصابة بالفيروس أنصح أنه أي واحد تبدأ عليه هذه العلامات والأعراض أن يعزل نفسه عن أهله عن الناس عن بغية المجتمع حرصا وحفاظا عليهم يعد محرز واحدا من عشرات الكوادر الطبية التي أصيبت بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن حيث تعاني المدينة منذ عدة أشهر من انهيار القطاع الطبي وضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفش الحميات المختلفة التي ضربت المدينة منذ مطلع العام الحالي مع تراجع أغلب الخدمات فيها ترجمة نانسي قنقر